مدينة بانينبانج الاندونيسية عرضت اكبر قرآن خشبي في العالم حيث يبلغ حجبه متر وسبعة وسبعين سنتيمتر على متر واربعين سنتيمتر وقد استغرق انجاز هذا المشروع تسعة اعوام بسبب ضعف الدعم المادي وقلة اشجار تيم بيسو التي ينقش القرآن على اخشبها حيث تسمد لفترات طويلة متحف القرآن الاكبر في مدينة بانينبانج يستقطب الزوار من مختلف ارجاء العالم لرؤية اكبر نسخة قرآن منقوشة على الواحة خشبية ضخمة فهو يسهم في تنشط الحركة السياحية بالمنطقة حيث يزوره سياح من دول عديدة مثل تركيا والمملكة العربية السعودية والعراق وماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وكندا ويعيش في اندونيسيا اكبر عدد من السكان المسلمين في العالم حيث يقدر عددهم بنحو مائتين وخمسة وعشرون مليون مسلم